السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب ووضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي على كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة ايضا كنا عرضنا سلسلة فرص ايه تطوع وي السفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع يعني من خلالها هتقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا وفرنا فرصة اه وهي كانت فرصة حصرية عن طريقناتنا من خلال لعملية التقديم والقبول. وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام وتم علان الفائزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والقبول فيه حصرية عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان كنا علاننا عن خلية المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا في فرصة ومنحة بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. آآ طبعا بالاضافة كمان كنا وفرنا كورس اللغة الانجليزية الشامل من البداية حتى الاحتراف وان شاء الله بإذن الله مستمرين في هذا الكورس وفي افادة الجميع. وعشان توصلك ايها جديدة من القناة بتاعتنا ياريت تعمل وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب نوي كمان نجمع رابط جروباتنا على الواتساب جروبنا على الفيسبوك ورابط للتقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقو موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ عبركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة حضور مؤتمر في المانيا. تمام كده? الفرصة اللي معانا نهاردة فرصة ممتازة جدا. فرصة حضور مؤتمر في المانيا. الدولة اللي هيكون فيها المؤتمر زي ما قلنا المانيا. المؤتمر ده هيكون موجود في مدينة ميونيخ. تمام? ده آآ موقع المؤتمر او المدينة اللي هيكون فيها المؤتمر. بالنسبة لاسم المنحة والجهة المانحة هي آآ كنا عرضنا فرص سابقة لنفس المؤسسة دي. المؤسسة دي بتعرض آآ منح كتيرة جدا وفرص كتيرة جدا. فكنا عرضنا آآ فرصتين سابقتين. وبرضو الفرصة دي من نفس المؤسسة. وهي عبران حضور مؤتمر برضو. حاجة ممتازة جدا. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة. كل دول العالم متاحة للتقديم. اي دولة تقدر تقدم في هذه الفرصة من دولة عربية افريقية اسيوية ما فيش اي مشكلة خلاص تقدر تقدم نهير وجود اي مشكلة. بالمسبة لمدة المؤتمر ده مدة المؤتمر ده هي حوالي اسبوع. هتبدأ من اتنين وعشرين ابريل حتى ستة وعشرين ابريل. ده من كده يعني هتاخد حوالي اسبوع من تجهيزات السفر وحضور المؤتمر. يعني هتكون آآ في خلال اسبوع هتحضره في المانيا. فانت ممكن تعتبرها كمان كحضور مؤتمر ومسلا كرحلة الى المانيا. دي حاجة برضو ايه من ضمن الميزات. والمؤتمر هيبدأ من اتنين وعشرين ابريل حتى ستة وعشرين ابريل الفين واحد وعشرين. تمام كده? ده توقيت المؤتمر. هنا عندنا ملاحظة ان هذه الفرصة لا تحتاج شارة لغة انجليزية. في فرص كتيرة جدا بيقول لك لازم يكون عندك شارة اللغة الانجليزية. بالزات ازا كانت دولة من الدول القوية او الدول الاوروبية زي مسلا المانيا. وانما هذه الفرصة مش مطلوب منك انك توفر شهادة لغة انجليزية ولا حتى شهادة لغة المانية. لانها هتكون عبارة عن حضور مؤتمر. طبعا لازم يكون انت بتعرف تتكلم انجليز شوية. ولكن مش لازم تجبلهم اثبات شهادة اللغة الانجليزية او الالمانية. تمام? طيب. كمان متاح للجميع من طلاب وخريجين من جميع التخصصات. يعني لو انت طالب بتدرس بكادريوس مخلص سنوية عامة. اه في اخر سنة من السنوية العامة مسلا. تمام? اه هو في في السن يكون تمنتاشر سنة. فمسلا طلاب السنوية العامة لو انت ما في تانية سنة وطلت سنة ومسلا في الحدود دي فيما اعلى سواء طالب او خريج تقدر تقدم. اه انت خريج دبلوم مسلا. اه خريج مؤهل دراسي غير السنوية العامة او غير البكادريوس او غير الماجستير او الدكتوراه تقدر تقدم. لان المنحة دي مش مرتبطة او الفرصة دي مش مرتبطة بمؤهل دراسي ولا حتى مرتبطة اه بتخصص معين. تمام كده? كمان هذه الفرصة ليس بها حد اقصى العمر. قالوا انها مفتوح لجمال عمار سنك كبير سنك صغير تقدر تقدر تقدم في الفرصة دي من غير وجود اي مشكلة. بالنسبة لاهداف المؤتمر. طيب المؤتمر ده هيتكلمه فيه عن ايه? او انت مثلا لو شاردت في المؤتمر ده ايه اللي هتستفاده? يقول لك المؤتمر ده هيتكلم عن حاجات مواضية تلات مواضية مهمة جدا. هي التخفيف من اصار تغير المناخ. يعني هيتكلم عن تغير المناخ في هذا المؤتمر. ومعالجة التحديات الصحية الجسدية والعقلية المتزايدة في العالم. يعني هيتكلمه عن مواضيع الخاصة بالصحة ايضا وحل المشاكل اللي موجودة في العالم. والسعي لزيارة الادماج الاجتماعي والمالي. والهدف هو تغيير حياة مليون شخص يعني هم عاملين المؤتمر ده عشان يوسعوا مدارك اشخاص كتيرة وفيديو ناس تانية. فانت مسلا لو حضرت المؤتمر ده انت بعد المؤتمر ده مسلا هتكتسب معارف وهتكتسب معلومات اكتر فانت تفيد بها غيرك وغيرك يفيد بها غيره وهكذا. فبالتالي ده بيساعد على تنمية المعارف ما بين الاشخاص. وكمان التأثير بشكل ايجابي على الحياة عشرة مليون اخرين يعني هم حددين اهداف البرنامج اللي هم يوسعوا معارف اشخاص كتيرة جدا ملايين من الاشخاص. ده بالنسبة ليه اهداف البرنامج. فلو انت عايز تقدم يعني اه انت تكون مهتم باي مجال من المجالات دي. مش شرط تكون خريج يعني انت لو متخرج مسلا من هندسة وعايز تقدم في المؤتمر متاح ليك التقديم اي تخصص متاح التقديم. ولكن انت يكون عندك اهتمام بالمؤتمر يعني انت عايز تروح تحضر وتستفاد من المواضيع دي. تمام كده? ده بالنسبة لاهداف المؤتمر. اه بالنسبة بقى للتمويل صراحة التمويل بتاع الفرصة دي اه ممتاز جدا. هيوفر لك تزاكر الطيران مجانا ببلدك الى المانيا. كل اه تزاكر الطيران زهاب وعودة. هتكون على حساب المنحة. كمان هيكون مدة الاسبوع ده السكن وفندق كامل لمدة اسبوع. مش تدفع اي تكاليف للسكن. وكمان اللي هو الاقامة في الفندق يعني هيكون مشمولة بوجبات الطعام. كمان رسوم حضور المؤتمر هتكون بالمجان مش تدفع اي شيء. هيوفر لك وسائل التنقل الداخلي اللي هتكون اه في المانيا اذا مثلا في احتفال او في اي شيء. هيكون وسائل النقل على حسابهم. كمان هيكون فيه مشاركة في الجلسات والاجتماعات التي تقودها منظمة زيورك في الفترة ما قبل وبعد المؤتمر هيكون فيه احتفالات الافتتاحية وماء الى زلك كل ده هتشارك فيها بالمجان. كمان المشاركة في ورش العمل. هيبقى فيه ورش عمل زي التدريب بسلا بسيط في البداية او كده. هتشارك فيه برضو هينعقد ليك بالمجان. وكمان زي ما قلنا التنقل داخلي والتنزه داخل مدينة التدريب في المانيا. يعني هتكون كمان زي فرصة لحضور المؤتمر وكمان كأنها رحلة الى المانيا. فبالتالي هنا دي حاجة ممتازة جدا. طيب ده بالنسبة للتمويل. اخر موعد للتقديم في الفرصة وركز معي في جدا هو سبعتاشر يوليو الفين وعشرين. واحنا النهاردة تمانية يوليو فنبقاش وقت كبير. فانت تحاول لو عايز تقدم الفرصة تبدأ من دلوقتي لان خلاص يعني آآ الوقت قصير. فيش وقت كبير عشان آآ يعني يتقدم للمنح. تمام كده? سبعتاشر يوليو الفين وعشرين هو اخر مواد للتقديم. وهنا عندنا ملاحظة اللي احنا كاخونات منح من كل الالوان بنتيح عملية التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزها. يعني لو انت عايز اللي احنا نقدم لك فيها هذه الفرصة متاح. في رابط استمر التواصل معنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ممكن تملاقه واحنا نتواصل معاك ونساعدك في التقديم لهذه الفرصة. ولو انت عايز تقدم بنفسك. ممكن عادي جدا اقدم بنفسك باتباع شرح الفيديو مفيش اي مشكلة. تمام كده? طيب. آآ هنا انا هتطلقوا لينكين وهو الاعلان الرسمي المنحة وهنا ده لينك التقديم. تعال ان بص على الاعلان الرسمي هتلاقي فيه التفاصيل كلها اللي احنا قناها. كل التفاصيل اللي تم ذكرها عن اسم المؤتمر آآ وعن التكاليف والتمويل تمام اللي هو وان يانج ورد سكولرشيب. وهتلاقي هنا كل تفاصيل والمؤتمر بيبدأ من امتى? وايه الحاجات اللي بيشملها المؤتمر هنا هو? بيجال لك التكلفة الصفر والحضور المؤتمر وما الى ذلك. وكان بين المؤتمر بيبدأ من اتنين وعشرين لستة وعشرين ابريل الفين واحد وعشرين. كل التفاصيل هتلاقي موجودة في موقعهم الرسمي. تمام? طيب. نرجع تاني بقى ازاي ممكن نقدم في الفرصة دي? انا هتطلقوا لينك التقديم هنا تضغط على كلمة متقدمة الان دي عشان يفتح معاك لينك التقديم. لينك التقديم هيفتح معاك بهذا الشكل. تمام كده? هتلاقي عندك هنا في اول جزئية بيكلمك عن تحط اسمك اسم العائلة تحط الدولة بتاعتك الايميل بتاعك رقم الهاتف. تحط العنوان بتاعك المدينة اللي انت متواجد فيها حاليا والدولة اللي انت متواجد فيها حاليا. تحط اللي جندر بتاعك. آآ تمام? وتحط تاريخ ميلادك. آآ هنا بيكلمك عن المنظمة اللي انت بتشتغل فيها او بتدرس فيها حاليا. لو انت طالب تكتب انا مسلا بدرس في جامعة كزا. تكتب اسم الجامعة هنا او المؤسسة اللي انت بتدرس فيها. تمام? سواء مدرسة اجامعة. آآ لو انت مسلا خريجه بتشتغل الان بتكتب مسلا اسم الشركة اللي انت بتشتغل فيها المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها وتكتب هنا بتاعك. انت شغال ايه? لو انت مسلا طالب بتكتب هنا عادي. لو انت شغال في شركة او مؤسسة مسلا بتكتب وظيفتك فيها هذه المؤسسة. تمام? وهنا بيقول لك اختار الحاجة اللي انت مهتم بيها. مهتم بتغيرات المناخ ولا مهتم بايه بالزبط من ضمن التلات مجالات اللي بتعرضهم المنحة. فتختار اهتمامك باحد هذه المواضيع. اه وهنا طبعا بقى نركز في الجزية دي لانها مهمة جدا وهي الاسئلة المقالية اللي معروضة في المنحة واللي بتميز شخص عن اخر. لان دي الاسئلة مهمة جدا. ودي اللي يعني بتعتبر اهم شيء في مرحلة القبول في المنحة. فهنا بيقول لك اتكلم عن نفسك بشكل بسيط في اول سؤال. تاني سؤال بيقول لك اوصف يعني القضايا اللي انت مهتم بيها وازاي انت بتتفاعل معاها. وازاي انت ادرت يعني انك تبين دورك في هذه القضايا وانك تساهم تساهم في مجتمعك وما الى ذلك. فهتلاقي مجموعة اسئلة بتدور حول دورك في المجتمع. وهي الاشياء اللي انت يعني اه ادرت تساعد بها مجتمعك مسألا او ايه الاشياء اللي انت نوي تساعد بها مجتمعك تجاوب على كل سؤال من هذه الاسئلة لانها اسئلة مهمة جدا. تمام كده? وهنا في الاخر طبعا اه هنا في الجزئية دي انت بتحط لينك المؤسسة بتاعتك سواء مسلا انت طالب بتحط لينك اه الجامعة اللي انت بتدرس فيها سواء انت بتشتغل في المؤسسة بتحط لينك المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها تمام? الويب سايت بتاعهم. وهنا بتختار انت سمعت عن المنحة دي ازاي? وهنا بيكلمك انك توافق على الشروط والاحكام بتاعت المنحة. وهنا بيقولك ازاي ممكن نتواصل معاك في حالة القبول بتاعك. تحاول تختار انت تواصل عن طريق الايميل والتليفون مع بعض بحيث يتواصله معاك عن احد من خلال احد هذي الوسائل. وهنا في الاخر بتقول يعني انك اه عايز يوصلك اي اخبار جديدة من المؤتمر. فبتضغط على المربع ده. وفي الاخر هنا بتضغط على كلمة لما تضغط على كلمة يبقى انت كده قدمت فيه المنحة بنجاح وطلبك وصل ليهم. وبيوصلك رسالة على الايميل بتثبت اتمام عملية التقديم. فكده بتكون انت قدمت الفرصة بنجاح فرصة ممتازة جدا ما اتضيعاش من ايديكم لان اخر معايد للتقديم فيها سبعتاش ريليو الفين وعشرين ما بقاش كتير. اه بالاضافة كمان بص على التمويل بتاعها تمويل ممتاز وتمويل خرافي جدا. فان شاء الله بازن الله اتمنى لكم التوفيق ولبول فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.